تتواصل حملة تلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة بإقليم الحوز في ظروف جيدة وفي أجواء من التعبئة وروح المسؤولية على مستوى المراكز التي أعدت لهذا الغرض الأهم عندنا في هذه الحملة هو أننا نوصله للحماية الجماعة ضد هذا الفيروس الكورونا وهذا لا يمكن لي شيء يتم إلا تلقيح هذه الفئة التي نحن يبسى تلقيحها الآن هي الفئة 12-17 سنة والتي لدينا في الإقليم هي تعد بـ 53,723 تلميذ التي نحن نقحهم بالزرعة الأولى والزرعة الثانية وتعرف عملية التلقيح ضد كوفيد-19 التي تجري في احترام تم للإجراءات الوقائية الرامية إلى التصدي لتفشي الوباء إقبالاً مستمراً وكبيراً للتلاميذ بين 12 و17 سنة سواء بالوسط القروي أو الحضري بفضل المجهود المضطرد وتعبئة المصالح الصحية وتجند السلطات المحلية إضافة إلى أطور المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز وجمعية آباء وأولياء التلاميذ اشتركوا في القناة